تقويم ودعم صفحة 94 من كتاب الجديد في الاجتماعيات للمستوى السادس ابتدائي إذن تمري الأول لدينا الوثيقة المرافقة للأسئلة الوثيقة تمثل أنواع الأشجار التي تشكل الغابة بالمغرب لدينا مثلا شجر الأرز، شجر العرعار، الصنابر، البلوط الأخضر، الأرجام، البلوط الفنيني وأصناف أخرى من الأشجار التي تشكل الغابة بالمغرب بالنسبة للأسئلة، السؤال الأول، أحدد من الرسم أنواع الأشجار التي تشكل الغابة بالمغرب وأرصد النوع الأكثر انتشارا السؤال الثاني، أعطي عنوانا لهذا الرسم البياني السؤال الثالث، أبحث عن اسم أهم غابة لشجر البلوط الفنيني بالمغرب السؤال الرابع، أبين مزايا غابة الأرجان وأهم مناطق وجودها أولا بالنسبة لأنواع الأشجار التي تشكل الغابة بالمغرب هناك غابة الأرز، غابة العرعار، غابة التنوب، غابة الصنابر، غابة العرعار، غابة الأرجان، وغابة البلوط ثانيا بالنسبة للعنوان المناسب لهذا الرسم البياني هو رسم مبياني يمثل نسبة انتشار الغطاء النباتي بالمغرب ثالثا بالنسبة لإسم أهم غابة لشجر البلوط الفنيني بالمغرب هي غابة المعمورة التي تتواجد على ساحل محيط الأطلنطي وبالضبط بين مدينتين الرباط وقنيترا رابعا مزايا غابة الأرجان هي أنها توفر حطب تدفئة تحافظ على التوازن البيئي وتحمي الطرب من التصحر ومن أهم مناطق وجود غابة الأرجان منطقة سوس الوثيقة الثانية عبارة عن ملصق لمهرجان إفران الدولي والوثيقة الثالثة تمثل رمز المملكة المغربية بالنسبة للأسئلة المرافقة للوثيقة الثانية والثالثة سؤال أول أبحث عن أهداف مهرجان إفران وما توحي به صورة الأسد وشعار أغاني الأرز في الملصق رقم إثنان ثانيا ألاحظ ما هو ممتل في رمز المملكة وأبحث عن علاقة ذلك بمن قرض من ثرواتنا الحيوانية ثالثا أبحث عن لقب يمنح للفريق الوطني لكرة القدم وله علاقة بهذه الثروة الجواب الأول من بين أهداف مهرجان إفران تشجيع السياحة تصلت الضوء على الطرات المغربي تعريف بالمؤهلة الاقتصادية والطبيعية والسياحية التي يزخر بها الإقليم وتنشيط مدينة إفران فنيا ثقافيا وسياحيا وبالنسبة إلى ما توحي إليها صورة الأسد وشعار أغاني الأرز في المفصق رقم إثنان أن مدينة إفران تحتضن أكبر غابات شجر الأرز في العالم أما بالنسبة لصورة الأسد فهي تمثل تمثال أسد إفران الذي يتواجد وسط مدينة إفران ويعتبر رمزا من رموز المدينة ألاحظ في الوثيقة الثالثة رمز المملكة المغربية الذي يتكون من شعار ذهبي وأسدين واحد على اليمين والثاني على اليسار وعلاقة ذلك بما انقرض من ثرواتنا الحيوانية هي أن الأسود كانت تعيش بالمغرب وقد انقرضت لذلك فقد تحول رمز الأسد إلى شعار للمملكة المغربية أما بالنسبة للقب الذي يمنح للفريق الوطني لكرة القدم والذي له علاقة بهذه الثروة هو أسود الأطلس تمرين الثاني لدينا الوثيقة الأولى تمثل رسم بياني لبنية الصادرات المغربية لسنة 2014 لدينا في الوثيقة آليات ووسائل نقل التي تمثل 29.2% الملابس تمثل 13.9% منتجات الفلاحية 19.5% منتجات الصناعة الاستخراجية تمثل 12.8% ثم المنتجات الكيموية 16.6% بالنسبة للأسئلة المرافقة للوثيقة الأولى في التمرين الثاني أولاً أصد من المبيان أنواع الصناعة التي يصدرها المغرب وأسجلها في جدول مرتبة حسب نسبتها ثانياً أعطي أمثلاء عن صناعة آليات ووسائل النقل بالمغرب ثالثاً أعطي أمثلاء عن الصناعة الاستخراجية المدينية بالمغرب إذن أولاً أنواع الصناعة التي يصدرها المغرب هي آليات ووسائل النقل لمنتجات الفلاحية لمنتجات الكيموية للملابس ومنتجات الصناعة الاستخراجية ثانياً أمثلاء عن الصناعة آليات ووسائل النقل بالمغرب نجد النقل البحري النقل الجوي والنقل الطرقي ثالثاً أمثلاء عن الصناعة الاستخراجية المعدينية بالمغرب نجد المعادن الغاز النفط المعادن الحديدية والمعادن غير الحديدية